من بروكسل ينضم إلينا سلامة عطالة مراسل الغد سلامة تفاصيل السيناري المطروح من قبل دونالد توسك والمتوقع أن يخرج به تصويت البرلمان الأوروبي أولا ما تسرب عن دونالد توسك وليس تصريحات رسمية حول إمكانية التمديد تمديد البقاء للمملكة المتحدة داخل العائلة الأوروبية العام إضافة هي مجرد تسريبات وقد بدت اليوم المفوضية الأوروبية حذرة تجاه إذا توضيح ما كانت هذه التسريبات حقيقية أملا كما بدت حذرة أيضا في إطار التعقيب على طلب تريزا ماي إرجاء البقاء داخل التكتل الموحد إلى 30 من يونيو لا ننسى بأن تريزا ماي قد عرضت على القادة الأوروبيين سابقا هذا التاريخ 30 من يونيو في القمة السابقة ولكن لم يقبل القادة الأوروبيون بذلك نحن أمام موقفين إلى حد ما غير متشابهين من الداخل الأوروبي بتصريحات جاني كلود يونكا الرئيس المفوضية الأوروبية الذي رفض أن يكون هناك تمديد إضافي بعد الثاني عشر من هذا الشهر وما سرب عن دونالد توسك وهذا يعيد السؤال إلى الموضوع الجوهري في العقل الباطني لسياسي الأوروبي هناك من ينظر إلى أن الاستفتاء البريطاني كان فرصة للتخلص من بريطانيا كعبئ في هذا المشروع بعد تعطيل البريطاني لعدد من الملفات منها التكامل الأمني والتكامل النقدي وهناك من يرى بأن إبقاء المملكة المتحدة داخل التكتل الموحد يضيفه قوة إلى قوة الاتحاد وبالتالي التصورين على المحك الآن من الذي سينتصر؟ هل سينتصر من الذي يعول على أن يعيد البريطانيون حساباتهم ربما باتجاه استفتاء ثاني للبقاء داخل التكتل الموحد كما يذهب إلى ذلك ما صرح به دونالد توسك يعطى توتر إضافي مزيد من الوقت ريثما ينضج الموقف البريطاني الداخلي ليفضي ربما لاحقا إلى استفتاء ثاني وبالتالي إمكانية أن يصوت البريطانيون بنعم للبقاء وآخرون يرون بأن الاستعجال في إخراج بريطانيا لتقصير أمد حالة اللا يقين الذي يحياها الآن الطرفان وتؤثر على الاقتصاد في الطرفين سلبا القمة في العاشر من هذا الشهر ستجيب على هذا السؤال الجوهري لكن ما بات واضحا أن البريطانيين سيشاركون في الانتخابات الأوروبية القادمة هناك مؤشرات واضحة هذا هو السؤال كيف سيتم التعامل مع هذه النقطة من قبل البرلمان الأوروبي خاصة إذا تحولت هذه التسريبات إلى تصريحات رسمية سيرحب الأوروبيون بذلك ليس أمامهم فر من ذلك وإلا سيختارون ما يريدون تجنبه وهو السيناريو الخروج غير المنظم لبريطانيا مشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو القادم يعني يعطاء المزيد من الوقت للبريطانيين وربما الانتقال إلى مرحلة يختار فيها البريطانيون البقاء داخل التكتل الموحد هذا ما يرتاح له الكثير من المسؤولين الأوروبيين وبالتالي في هذا الاتجاه يسير لن تخرج الكمة الأوروبية كما تقول كثير من المصادر بقرار طرد بريطانيا أو التوقف عند الموعد النهائي وهو الثاني عشر من هذا الشهر وإنما إعطاء مزيد من الوقت وهذا الوقت بالتأكيد سيتجاوز موعد الانتخابات الأوروبية وهذا يعني أوتوماتيكيا أن بريطانيا ستشارك في الانتخابات الأوروبية شكرا جزيلا لك ممبروكتال كنت معنا سلامة عطلة مراسل والغد